إحصائيات وأعداد متفاوتة يحصدها وباء كورونا في العالم في الصين أعلنت السلطات أن عدد الإصابات بالمرض وصل إلى أدنى مستوى له منذ حوالي الشهر بكين رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 672 إصابة جديدة أغلبها في مقاطعة هبي حيث سجلت 108 حالات وفات خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتاء لجنة الصحة في المقاطعة قالت أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجلت في عاصمة المقاطعة وهان بؤرة الوباء في السياق ذاته أعلنت لجنة الصحة في إقليم هبي تسجيل 349 حالة جديدة ليصل عدد المصابين بالفيروس في عموم أنحاء الصين إلى 74500 مصاب من جهتها أعلنت كوريا الجنوبي اكتشاف 31 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 82 شخصا وفي تطور آخر أعلنت وسائل إعلام يابانية وفات اثنين من ركاب السفينة السياحية دايموند برينسس الخضاعة للحجر الصحي قبالة اليابان آية تائب العربية